أهلا وسهلا بكم في المختصر المفيد النهاردة هنشرح الغدة الدرقية الغدة الدرقية واللي اسمها سيرويد جيلاند والمعروفة برضو باسم غدة النشاط غدة النشاط لأنها مسؤولة عن إفراز هيرموني السيروكسين المسؤول عن نشاط جسم الإنسان الغدة الدرقية بتكون موجودة في الجزء الأمامي من الرأبة وبتكون متصلة بالقصبة الهوائية وهي عبارة عن غدة حويصلية لونها بيكون محمل بسبب احتواها على عدد كبير من الشعيرات الدموية بتتكون الغدة الدرقية من فصين بيفصل ما بينهم برزخ وبنقدر نشوف البرزخ في المنظر الأمامي للغدة الدرقية لأنه بيوصل ما بين الفصين من الأمام لكن في المنظر الخلفي ما فيش حاجة بتوصل ما بينهم فما بنقدرش نشوف البرزخ ولكن بنلاحظ وجود القصبة الهوائية وظيفة الغدة الدرقية هي أنها بتفرز هيرمونين مهمين جدا لجسم الإنسان الهيرمون الأول هو هيرمون الكالسيتونين والهيرمون الثاني هو هيرمون السيروكسين هيرمون الكالسيتونين وظيفته هو أنه بيعمل على تقليل نسبة كالسام في الدم وبيمنع سحبه من العظام الكالسيتونين بيسحب الكالسام من الدم وبينقله للعظام ودي عكس وظيفة هيرمون البراثيرمون اللي بتفرزه الغدد الجارات الدرقية يبقى وظيفة الكالسيتونين والبراثيرمون هي تنظيم نسبة الكالسام في الدم والعظام فالكالسيتونين لو زاد عن معدله الطبيعي بتقلي نسبة الكالسام في الدم وعضلات الجسم بتحتاج الكالسام في تنظيم انكباطها وانبساطها ولو قلت نسبة الكالسام في الدم ممكن يحصل تشنق عضري يبقى من أحد أسباب التشنجات العضلية هو زيادة إفراز الكلسيتونين في الغدة الدراقية نجي بعد كده الهيرمون السيروكسين المكون الأساسي لهيرمون السيروكسين هو عنصر اليوت وهيرمون السيروكسين هو الهيرمون المسؤول عن نشاط الجسم لأنه ليه عدة وظائف أهم ما أنه بيعمل على النمو وتطور القوى العقلية والبدنية وبيأثر على معدل الأيد الأساسي ويتحكم فيه وبالتالي عملية حرق الجلوكوز في الميتوكوندريا علشان تنتج طاقة يتم تخزينها في جزئيات الهيتي بي العملية دي اسمها عملية التنفس الخلوي اللي بيأثر على معدل العملية دي هو هيرمون السيروكسين يعني الطاقة اللي بتحتكها الخلايا علشان تقدر تكون بوظيفتها المسؤول عن انتاجها هو هيرمون السيروكسين تالت حاجة بيعملها السيروكسين هو أنه بيحفز امتصاص السكريات الأحدية من القناة الهضمية رابح حاجة هو أنه بيحافز على سلامة الجلد والشعر وبيتم إفراز السيروكسين من الغدة الدراقية بعد ما يتم تحفزها من خلال هيرمون التي سيتش اللي هو سيرويد ستميوليتينج هيرمون الهيرمون المحفز للغدة الدراقية واللي بيتم إفرازه من خلال الفص الأمامي للغدة النخمية عادة بيتم تنظيم المعدل الطبيعي لإفراز الهيرمونات وفقا لآلية اسمها آلية التخزية الراجعة السلبية والآلية دي بتوضح أنه لما بينخفض مستوى الهيرمون في الدم عن مستوى الطبيعي بيحفز الغدة الدراقية اللي بتفرز الهيرمون ده على زيادة إفرازه ولما بيزيد مستوى في الدم عن المعدل الطبيعي برضو بيحفز الغدة الدراقية أنه يتخفض من مستوى إفرازه وآلية التخزية الراجعة السلبية بيتم توضحها من خلال هيرمون التي سيتش اللي بيتم إفرازه من الغدة النخمية وهرمون السيروكسيني اللي بيتم إفرازه من الغدة الدرقية فبنلاحظ لما بينخفض مستوى هرمون السيروكسين في الدم على المعدل الطبيعي بيتم تحفيز الفص الأمامي للغدة النقامية على إفراز هرمون T-Sage علشان بعد كي يتم تحفيز الغدة الدرقية على إفراز هرمون السيروكسيني وبالتالي بنلاحظ أن لما يحصل انخفاض في كل من هرمون T-Sage و هرمون السيروكسين السبب بيرجع إلى خلل في الفص الأمامي للغدة النقامية إنما لما يحصل انخفاض في T-Sage وارتفاع السيروكسين سببه بيكون خلل في الغدة الدرقية وبرضو لو حصل ارتفاع في T-Sage وانخفاض في السيروكسين بيكون برضو سببه خلل في الغدة الدرقية وأمراض انغضة درقية بتنشأ نتيجة نقص أو زيادة إفراز انغضة درقية لهيرمون السيروكسين زي الحالة المرضية المعروفة باسم التضخم والتضخم في منون عين التضخم البسيط أو ما يسمى الجويتر البسيط والتضخم البسيط بيحصل بسبب نقص إفراز هيرمون السيروكسين والتضخم الثاني هو التضخم الجوحوزي أو الجويتر الجوحوزي وده بيحصل بسبب زيادة إفراز هيرمون السيروكسين التضخم أو الجويتر البسيط بيحصل بسبب نقص إفراز هيرمون السيروكسين نتيجة نقص اليود في الغذاء والمية والهوى والإعلاج بيكون عن طريق إضافة اليود إلى الملح والأغذية المختلف التضخم البسيط بيحصل بسبب نقص بسيط في إفراز السيروكسين إنما لو حصل نقص حد في إفراز السيروكسين بسبب مثلاً خمول الغدة الدرقية أو بسبب تأثير في الغدة النخمية فما تفرس هيرمون TSH بمعدل طبيعي في الحالة دي بيحصل حاجة اسمها المضاعفات النتيجة عن نقص الحد في إفراز هيرمون السيروكسين المضاعفات النقص الحد في إفراز السيروكسين بتختلف على حسب المرحلة العمرية النقص الحد في إفراز السيروكسين في مرحلة الطفولة بيسبب مرض اسمه القماعة والنقص الحد في إفراز السيروكسين في البالغين بيسبب مرض اسمه الميكسوديما أعراض مرض القماعة الناتج عن النقص الحد في إفراز السيروكسين في الطفولة بيتلخص في ثلاث حاجات أول حاجة بيأثر على النمو الجسمي فالجسم بيكون قصير والرأس بتكون كبيرة والرأبة بتكون قصيرة تاني حاجة بيأثر على النطق العقلي فبيسبب تخلف عقلي ودالت حاجة بيأثر على النطق الجنسي فبيسبب تأخر النطق الجنسي لكن لو قدروا لطباء ان هما يوصلوا للمشكلة ويعالجوها قبل ما الطفل يوصل لمرحلة سنتين بيتم حل المشكلة والطفل يعيش حياته بشكل طبيعي لكن بعد سنتين المشكلة بتفضل معاه على طول تاني حاجة مرض المكسيديما المكسيديما قلنا ان هو بيحصل بسبب نقص حد في إفراز السيروكسين في البالغين وعراض المكسيديما بيكون في جفاف في الجلد وتساقط الشعر وهبوط في مستوى التمسيل الغذائي لدرجة ان الشخص ما يقدرش يتحمل البرودة وبيحصل زيادة في وزن الجسم لدرجة السمنة المفرطة وبيحصل نقص في ضربات القلب لان السيروكسين بيأثر على معدل ضربات القلب وكمان الشخص بيحس بالتعب السريع وبيتم علاج المكسيديما بهرمونات الغضة الدراقية أو مستخلصاتها وذلك تحت إشراف طبي متخصص نجي بعد كده للتضخم الجحوزي أو الكويتر الجحوزي واللي السبب هو الإفراط في إفراز هرمون السيروكسين أعراض التضخم الجحوزي بنلاحظ تضخم الغضة الدراقية وانتفاخ الجزء الأمامي من الرعبة مع جحوز العينين وكمان بيحصل زيادة في أجسادة الغذاء لدرجة عدم تحمل الفرض للحرارة وبيحصل نقص في وزن الجسم وبيحصل زيادة في معدل ضربات القلب وتهيج عصب وعلاج التضخم الجحوزي بيتم من خلال طريقتين أول طريقة بيتم عن طريقة استخدام الجزء من الغضة الدراقية والطريقة الثانية بواسطة استخدام مركبات طبية خاصة ترجمة نانسي قنقر